إلى ملفنا الثاني والذي نتناول فيه الملف السوداني حيث خرج آلاف السودانيين في المظاهرات التي انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى تلبية لدعوات أطلقتها لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني وتنحي العسكر عن السلطة في البلاد وهذه المظاهرات هي ثانية خلال العام الجديد عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وبدأ المتظاهرون تحركاتهم الاحتجاجية اليوم في أمدرمان والخرطوم كما انطلقت مظاهرات في عدد من الولايات وأغلقت القوات الأمنية عددا من الجسور كما قطعت السلطات منذ الصباح خدمات الإنترنت وفي وقت حذرت فيه الدول الغربية من انفراد مجلس السيادة بتشكيل الحكومة دعت التجمعات المهنية لتوجه خلال المظاهرات للقصر الرئاسي في مليونية اختارت لها شعار عزم لن يلين والحديث أكثر حوله بسجدات الحالة في السودان معنا عبر سكايب الدكتور محمد أحمد ضوينة الكاتب والمحلل السياسي أرحب بك معنا دكتور محمد بداية إلى أي مدى دكتور محمد إلى أي مدى استقالة حمدوق أعضت زخما للمتظاهرين بأن التواجد بالشارع يأتي بنتيجة بالنهاية هو طبعا استقالة حمدوق ليس لا علاقة بالشارع الشارع كان موجودا قبل ذلك استقالة حمدوق كانت منتظرة لدى الشعب السوداني كله لأنه لم يستطيع أن يقدم للدولة السودانية شيء منذ تسلم هذه القيادة وليس أيضا له رؤية يستطيع من خلالها أن يطمن الشعب السوداني بأن هناك ضوء في آخر النفق أو هناك مساعي جادة شهدت سترة تراجع في كل مراحل بالتالي الآن الشارع يريد أن يضمن تكوين حكومة رشيدة حكومة واعية حكومة مدركة لدورها الانتقالي وفضل أن تقوم بمهامها دون أن يكون هناك مزايدات أو صراعات أو تنازعات خاصة فيما يلئ الأحزاب التي كانت موجودة في الساحة ظلت تتنازى وتصارع بعضها البعض دون أن تحقق المطالب الشعب السوداني كذلك الشارع ينتظر من المجلس السيادة أن يكون جادا وقادرا على إدارة هذه المرحلة بقوة وبهيبة دون الاستماع إلى الإملاءات التي تأتي من التدخل الخارج والعالم الخارج ظلت هذه الفترة فيها تشوهات كثيرة بصورة هذه التدخلات هنا أو هناك خاصة السفارات التي بدأت تتحكم في الشعن الانتقالي وهذا معيض بالنسبة لدولة لها هيبة ولها قدرة على اتخاذ القرار وإدارة شأنها الداخلة دون أي حاجة إلى هذه التدخلات إلا إذا كانت دعما إيجابيا فذلك نتوقع أن لا تكون هناك عودة للأحزاب التي في الفترة الماضية كانت مشاركاتها ومشاركات ضعيفة نحتاج إلى حكومة كفاءات دكتور محمد مالذي يؤخر تشكيل الحكومة الآن؟ يعني أظن هناك بعض التشاورات التي تجري هنا أو هناك مع القوى السياسية الأخرى ومع كيانات المجتمع المدني هذه التشاورات ربما تؤدي إلى مزيد من التأخير لكن هذا ليس من صالح لا من صالح المجلس السياسي ولا من صالح الدولة السودانية ما ذال كل يوم نشهد سراجع في كل قضايا الشعب اقتصاديا والسياسيا والاجتماعيا هذا الأمر الذي يضره بفترة الانتقال الذي يطلب الإسراع في تشكيل هذه الحكومة وهياكل السلطة الانتقالية لأن هناك هياكل أساسية مهمة غائبة في فترة الانتقال خاصة البرلمان التشعيعي والمحاكمة البسورية وإلى ذلك هذا يضعف أيضا من نوعية الفترة المتبقى الآن ببقى أشهر الانتخابات هذا الأمر الذي يحتاج مزيد من الإسراع ومزيد من التدقيق في هذه الفترة نعم في ظل غياب الوسيط بين المجلس السيادي والقوى الموجودة بالشارع دكتور محمد إلى أين ستصل الأمور؟ لا توجد حلقة وسط ما بين الشارع وما بين المجلس السيادي وتحديدا المكون العسكري في ظل هذه القطيعة كيف يمكن للطرفين أن يتعرفا على مطالب بعضهما أو وجهات النظر على الأقل؟ مهام الفترة الانتقالية واضح والمطلوبات من مجلس السيادي الآن أيضا واضح تسمية رئيس مجلس وزراء مستقيل هو يقوم بإجراءة تشاورات مع كل القوى السياسية والإدارات الأهلية والتنظيمات الدينية والمجتمعية ومنظرات المجتمع المدني ويختار أيضا وزراء أكفاء وأولاد أكفاء من قيادات الدولة المدنيين بعض الفترة قالت أيضا خطوط تواصل مع القوى المدنية بكل نظرعها بحيادية وبدون تحيز لطرف أخر وبدون تصليف الناس هذا يساعر حتى يمين وهذا نظام بعيد وهذا نظام متقدم وهكذا هذه الأشياء التي تحدث عبنا وبالتالي المرجعيات دائما تتراجع في ظل التوافق وعدم الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأحداث نعم لابد من توافق وطني جامع وتدعو كل القوى السياسية لإجتماع عام يناقشوا هذه القضية ثم مؤتمر بالسوري لوضع الأسس التي يملكها نعم دكتور محمد هل هناك خشية من أن يؤدي هذا التنافر إنجاز التعبير يضاف له تداعيات استقالة عبدالله حمدوك من أن يؤدي إلى مواجهة تتطور من حالة تظاهر سلمي بالشارع إلى حالة مسلحة إنجاز التعبير هل هذا وارد في الحالة السودانية اليوم؟ في ظل هذه السيولة الأمنية وفي هذا الإخفاق في كل المجالات كل شيء وارد خاصة وشهدنا بعض التداعيات الأمنية في بعض الأطراف وشهدنا أيضا صراعات مسلحة أطراف وبين عشائر وبين مجموعات لا تيما والخصوم مقترب بأسلحة من محتلف أنواعها هذه الأسلحة ممكن أن تتحرك في أي وقت وإن القات وذلك في ظل أيضا التباعد بين المكونات السياسية المختلفة وفي ظل أدم التطارح المجتمعي وفي ظل أدم التسامح بين قطاعات المجتمع هذا يحدث كثير من العظم وربما يعطل المسيرة وربما تنسجي الأوضاع كما قلت في أي وقت يؤدي إلى حروبات أهلية وغير ذلك لذلك إذا كانوا قائمين على أمر الدولة الآن حريصون على العديد الدولة السودانية يجب أن يضعوا أيديهم على مناطق مراكب الخلل ويسدوا السعرات التي من خلالها تنهار الدولة أو تتأثر أكثر هذه الدولة أكثر منهارة لا ثلاثة سنوات تردخوا في ظل الفشل وفي ظل الإخطاء وفي ظل التراجع والمتويات المعارضة الدول الغربية دكتور محمد أعربت عن خشيتها من أن يجري تشكيل الحكومة بصورة منفردة من مجلس السيادة إلى أي بدا هذه التخوفات فعلية في ظل اتهام الشارع بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة المكون العسكري فقط أفلا يعني منذ السقوط البشير ظل رئيس المجلس السيادة هو القائد العسكري للجيش السوداني هو الذي يعين وهو الذي سيعين رئيس الوزراء القادم فإذا كان هناك رأي في هذا فما الذي يعين إذن الآن ليست مرجعية انتقالية سوى الجيش المؤسسة الوحيدة الباقية ومستمرة باقي المؤسسات كلها التي ينبغي أن تقوم مقام الجيش هي معطلة تماما بفعل الأحزاب وكانوا يقصدون ذلك حتى يهمنوا على السلطة ويقصد آخرين وبالتالي لا يلاجح الآن أمام الشعب السوداني أي خيار سوى هذه المؤسسة التي ظلت موحدة بكل مختلف مكوناتها سؤسان جيش أو دعم السريع أو شرطة وغير ذلك وظلت ثابتة وراسخة وظلت تحافظ على الوطن حتى الآن الأقل لم تنزلغ البلاد هل هناك مرشحين محتملين دكتور محمد بديلا لحمدوك أم أن الساحة مازالت خالية من الأسماء هناك عشرات من الخبرات الطويلة الممتازة التي تجي توافقا بين الشعب السوداني ولهذا إذا سمي أحدهم لا يختلف عليه الشعب كله بمختلف ألوانهم واختلافاتهم هناك أساتذة جامعات هناك خبراء في مجالات العمل الإنساني الدولي عملوا في محظمات دولية أو عملوا داخل السودان تجارب صادقة ليس لهم انتماعات حجبية معروف أسماء ظاهرة وبارغة هل تتوقع أن اختيار أي من هذه الأسماء من طرف البرهان يمكن أن يقنع المتواجدون في الشارع بالتالي يعودوا إلى بيوتهم ويعتقدوا أن القادم الجديد بدل عبدالله حمدوك سيحمل أمالهم وتطلعاتهم بالتالي سيهدئ من الأوضاع هل تتوقع ذلك؟ إذا اختار البرهان شخصية قومية مستقلة متوافقة عليها يعني لها إمكانيات وقدرات علمية مقنعة بعد ذلك الذي يخرج دب هذا الأخيار يكون أطلع له أهداف أخرى وله مسائع أخرى فنالك أحزاب نحن نعلم تسعى إلى العودة إلى الشكم تريد أن تسيطر على تدعي أنها قائدة الثورة ورائدة في هذا المجال وبالتالي لا مجال أمامها إلا أن تعود إلى الفترة الانتقالية وتحكم كما كانت لا تستطيع أن تذهب إلى الانتخابات لا تستطيع أن تتيح فرصة لكفاءات مستقلة الآن ليس لها كفاءات وليس لها قدرات الأيدارة الدولة مثل هذه الأحزاب يمكن أن تستمر في الشوارع وهي عدد قليل لا يؤثر تأثيرا كميلا لكن غالب الشعب سيؤيد الشخصية المستقلة ويقاص بعمله وبإنتاجه ليس بخلفيته وبتاريخه نعم كل الشكر على وجودك معنا دكتور محمد أحمد ضوينة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا ضمن الهديث مشاهدين عن موضوع المسجدات الحالة في السودان نذهب الآن إلى فاصل نعاود بعده ما تبقى من أضواء بقو معنا نعاود بعده ما تبقى من أضواء بقو معنا نعاود بعده ما تبقى من أضواء بقو معنا